صباحكم الله بالخير مشاهدية مرة ثانية في كل مرة أشعر بالتشتت واللخبطة في كل مرة أشعر بعدم الأمان وعدم تقدير الذات في كل مرة أشعر بالنقص والخوف هذه مجموعة من التساؤلات التي يطرح الشخص عند التشتت فما له إلا أن يعود إلى رحلة الوعي الرحلة التي لا تتحقق إلا بعد أن تعرف أنك تحتاج إليها أن تؤمن بداخلك أن تعود وتنتقل إلى مرحلة من الاستقرار والسكينة والنضج الروحي لا يمكن أن ترى النتائج في العالم المادي من حولك إلا إذا تغير العالم الروحي بداخلك فعلا مرحنا مؤمنين بهذه الفكرة نوعا ما لأننا نعرف أن التغير الجذري يأتي من داخل الفرد وإيمان الفرد أنه سيتغير فعلا يا حمدى ذكرتي اللخبطة ذكرتي في بعض الأحيان يمكن الضيع ولكن اللي يساعد بخلينا نقول التخلص من هذه المعاناة والضيع هي رحلة الوعي ولكن متى نضع ريلنا على الدرجة الأولى على السلم نحن الآن بنتعرف على هذا الموضوع مع الأستاذ المهندس هاني مسجدي استشاري تطوير الذات وتمكين المدربين صباحك ورد والسعادة وإيجابية أيضا أكيد للجميع إن شاء الله شكرا جزيلا بداية أستاذ هاني يعني رحلة الوعي أكيد تبدأ بخطوة يا أما قرار في بعض الأحيان داخلي يبدأ داخل الشخص بأنه يمكن جاهز للتغيير ولكن لعديد خلينا نقول من يقولون بأن رحلة الوعي تحتاج إلى الارتطام بالقاع لخلينا نقول أن تصعد بالوعي ويبدأ رحلة الوعي يا أما صدمة شو رأيت بهذا الموضوع؟ سؤال جميع الدن أختي مروة في طريقين أساسيين لاختيار مرحلة الوعي يعتمد بشكل رئيسي على وعي الشخص ومستوى وعيه فالأشخاص اللي هم متدنيين لسه في الوعي أو في الناحية السلبية محتاجين هزة أو شك عشان يبدأوا يصحوا مثل ما ذكرتي الارتضاء بالأرض والارتداد لكن كل ما ارتقى الإنسان في مستوى وعيه كل ما كان أسهل عليه فهم وتطوير ذاته ويرى كل الصعاب اللي أمامه والتحديات عبارة عن منعطف في طريقه فلا يشتاط أنه ينتظر لحظة التحول لوجود صدمة أو خسارة عشان يبدأ يرتقي فكل ما ارتقى الإنسان واشتغل على نصف موضوع الارتقاء في الوعي كل ما سهل عليه عملية التعامل مع كل المناطفات في حياته نعم أيضاً أستاذ هاني فكرة الركود في بعض الأحيان فكرة تواجدنا في منطقة الراحة أيضاً من الأشياء اللي ممكن إحنا ما نفتخر فيها التجدد في الحياة هو يمكن يعطينا دفع في رحلة الوعي كيف من الممكن أن نحرر أرواحنا من الركود اللي موجود في حياتنا؟ سؤال رائع جداً أختي حمده هذه من أهم وأكثر المحفزات لأي شخص بالارتقاء في أسلوب وعيه والكثير أسفاً من الناس ما يعرفون أنه في أشياء بسيطة في حياتنا اليومية ممكن نغيرها تعمل هذا الشيء اليوم رح أعطيكم ست نقاط تمرين بسيطة يومياً ممكن للإنسان العادية يقوم فيها وتغير من أسلوب وعيه والي ارتقاء فيه ما نبدأ من أول اليوم أول ما تصحى من اليوم لو خدتها عادة أنك تشرب بلاس مي مي دافي أو مياه قلوية متأينة هذه رح تساعدك بأنك تعمل فرش فرش لكل الماضي اللي أخدته معاك من أمس وتبدأ فرش ابدأ بكتابة جدولك لليوم في بداية الصبح وحاول الخطوة الثالثة أنك تراقب جدولك جدولك في هذه الأشياء بتشعر بالارتياح أنك تقوم بإنجاز أمور في حياتك تطويرية ركز على برنامجك الغدائي مهم جداً لأن هذا هو الفيول أو المحرك محفز الطاقة لك في حياتك في يومك قم بأي نوع من أنواع التمارين حتى لو هي لفترة بسيطة عشر دقائق أقرب ساعة نص ساعة كافية جداً واختم يومك وهذا أكثر نقطة فعالة ممكن تغير مستوى الوعي عندك مباشرة خلال فترة بسيطة الغرفانية الحمد اذكر قبل أن تذهب للفراش عشر نعم مرت عليك في اليوم ابدأها بأنك صحيت بصحة وعافية أنا طلعت لقيت سيارة مكيفة أنا رحت تعرفت على شخص شخصية رائعة هذه رحت تغير كثير من أسلوب حياتك ورفعك نعم أستاذ هاني مع انتشار جائحة كورونا رسمت عند العديد من الأشخاص علامة استفهام كبيرة جداً لكن في بعض الأحيان في عند الله حكمة معينة نحن كبشر أفراد الحين موجودين نحن نكون موجودين على هذه الأرض في هذه الفترة لأن في حكمة معينة أو رسالة معينة توصلنا أو نتعلمها رحلة الوعي اليوم هل مع انتشار جائحة كورونا هناك رسالة كونية أن نحن كلنا نسعى للتغيير والوعي ولأن الأرض يمكن في بعض الأحيان تشبعت من خلينا نقول عدم الوعي يبقى يعني يكون في رحلة لنا جميعاً نحو الوعي جائحة كورونا صحت في كثير من المراحل أشياء كثيرة ونبهت الناس على أنه في شيء حولنا تغير في تغير أسهل طريقة لاستيعاب هذا الموضوع هي تبدأ بنفسك اترك لنفسك مرحلة تفكر فيها ولو حتى دقائق معدودة وانت رايح الدوام في السيارة قبل ما تنام أول ما تصحى أخذها عادة أنك تخاطب نفسك تخاطب مع شخصك الآخر مراجعة الذات صحيح والخطوة الثانية والعرض يمكن لصوتنا الداخلي بالضبط نحن نشغلنا عن صوتنا الداخلي وهذا اللي يسببنا تشتت ما في صدى لصوتنا اللي نتكلمه برابا عليك النقطة الثانية محتاجين تحسين السمع والإنصاط صحيح اللي هي باستخدام كل الحواس اللي حولينا رح نكتشفي أشياء كثيرة نسمعها ونتعرف عليها ما كنا متوقعينها أسفاً كثير من الناس تسمع عشان ترد حاول أنك تسمع عشان تفهم صحيح والنقطة الأخيرة والمهمة طور من ذاتك تعلم واستمع لبرنامج الصباح الخير شكراً جداً رائعاً أستاذ هاني أيضاً من الممكن أن يكون هذا الموضوع نوعاً ما شائف عند البعض البعض يؤمن أن هناك أقدار يجب أن نحن كلنا نمشي عليها والبعض الآخر يؤمن بنسبة وجود اختيارات الفردية في هذه الحياة أكثر من نسبة وجود القدر الموضوع يختلف من شخص إلى آخر ولكن دعنا نتكلم عن اختياراتنا الشخصية في هذه الحياة كيف من الممكن أن تؤثر على رحلتنا في الوعي علماً بأن اختياراتنا قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية في كثير من النواحي الشخص مخير في اختياراته أكبر دليل لهذا قول رب العالمين أنك لا تهدي من أحببته لكن الله يهدي من يشاء ويشاء هنا تعود على الشخص فالشخص اللحظة اللي يقرر أنه يغير من حياته ويطور منها هنا اللي رح يستجيب له كل ما في الكون لتيسير هذه الأمور فاتخاذك لقرار التغيير أو الوعي رحلتك في الوعي تبدأ منك لا تتوقع أي عامل آخر أو خارجي ممكن يفتح عينك لهذا الموضوع ممكن لكن أنه هو يكون السبب في تغييرك لا أنت لازم تأخذ المبادرة لهذا الموضوع صحيح أكيد في سلم هاوكنز لقياس الوعي هناك العديد من خلينا نقول الدرجات لين ما نصل لدرجة الاستنارة وهي العليا ولكن هل من الممكن الدرجة خلينا نقول الأخيرة أو من الأسفل نصل لأعلى أو أن المفروض نسعد في سلم هاوكنز بمستوى الوعي درجة من بعد درجة هل يمكن القفص إلى الأعلى؟ ممكن جدا القفص طبيعي جدا يعتمد على وين توجهك ونظرتك للتطور في ذاتك يعني ممكن نصعد من الخوف إلى الحياد أو إلى الاستسلام أو عفوا التسليم؟ بإمكانك بسهولة أنك تنتقل من درجة إلى درجة بس كل مقاييس الوعي في شكل عام هي مقاييس وضعية الناس عرفتها لا تشترط أنها تكون نفس المقياس على بيئة أخرى أو على مجتمع آخر مثلا درجة الحرارة نحن هنا في الإمارات لو صارت 32 تجد أن الناس كلها طلعت البر والذي تروح البر صحيح يختلف صحيح أستاذ ذهاني هل فعلا الشخص اللي طاقاته عالية صعب أنه يخترق مثل اللي موجود في سلم هاوكنز في الأسفل؟ طبعا أفضل بكثير كل ما ارتقيت في نسبة الوعي كل ما زادت هالتك اللي ممكن تساعدك في امتصاص المناطفات هذه والارتداد بيكون سهل جدا من نسبة نعم مروا بما أنت ذكرتي سلم هاوكنز في الكثير من العلوم اللي أست بعض القوانين لفكرة رحلة الوعي لكن احنا بطبيعتنا عفوا أستاذ هاني مختلفين مبادئنا مختلفة خلفياتنا الاجتماعية مختلفة الخلفية التعليمية مختلفة فكيف من الممكن لهذه الأسس المعتمدة من بعض مثل ما نقول المهتمين برحلة الوعي أن تغير شخصياتنا وتدعمنا في رحلة الوعي علما بأن احنا كأشخاص مختلفين عن الآخر احنا ناخد المقاييس هذه أو الستاندرز بشكلها العام ونطبقها حسب احتياجاتنا في المنطقة أو في المجتمع اللي احنا عايشينا فمثلا في بعض المعتقدات في بعض الدول كل ما أنت عدبت نفسك كل مرتقيت في سموك من ناحية روحانية وإشياء هذه إذا بتطبقها على المقاييس تجد نفسك أنت بالعكس فهي تختلف تماما مثل ما ذكرنا درجة الحرارة درجة الحرارة هنا ممكن تكون ثلاثين متكون الجو رائع بينما ثلاثانة ممكن يكون سبب وفاة كثير من الناس فتطبيق كل المقاييس والمعايير هذه يختلف من مجتمع إلى مجتمع على حسب رحلة الوعي هل هي مرتبطة بالأشخاص من حولنا يعني إذا كانوا الأشخاص حولنا مش وعيين بيقيدون نحو رحلتنا مثلا أو أننا يعرقلون رحلتنا ولا أن المفروض أنه بالعكس يكون فيه يمكن جدار حاجز من بيننا ومن بينهم كل شخص فينا هو المسؤول عن رحلته في الوعي وبالعكس يمكن يكون مؤثر في من حوله كل ما ارتقى في مستوى الوعي كل ما ارتقى بمستوى المحيط حوله نعم جميل يمكن مروى وأيضا أستاذ هاني رحلة الوعي لها جوانب عدة يهتم فيها الأفراد منها الجانب الفلسفي الجانب الطبي من الموضوع الجانب العلمي أيضا من هذا الموضوع هل من الممكن نحن نتقدم في رحلة الوعي على حسب اهتمامنا يعني دائما نحن لما نقرأ حتى الكتب نقرأها على حسب اهتمامنا الاهتمام الفرد في الجانب الطبي مثلا هل سيساعد على تقدمه في رحلة الوعي من الجانب الطبي منها أو يجب أن نحن نتفرع في كل الجوانب حتى نصل إلى التطور الروحي والوعي الروحي جميل أختي حمد الوعي لغويا هي أن تشمل الشيء وتعريف الوعي بشكل عام يشمل كل هذه العناصر التي ذكرتها فلازم نحاول نرتقي بكل المستويات إلى أن نصل إلى مستوى معين ممكن نركز على اهتماماتنا بعدها لكن نكون متصالحين من كل النواحي في مستوياتنا طبعا مش راح تكون بشكل متساوي بشكل مختلف لكن كل جزء من هذه الأجزاء يجب أن نكون وعينه وعينه بشكل جائد صحيح أستاذ يعني كيف من الممكن أن نحن نبدأ رحلة الوعي إذا كان عندنا القرار رحلة الوعي ولكن هناك خلينا نقول معتقدات قديمة ثابتة داخلنا في بعض الأحيان تعرقلنا نحو رحلة الوعي والوعي المفروض أن نحذفها هذه المعتقدات القديمة نحذفها كيف من الممكن أن نحذف ونحطي خلينا نقول الأشياء اليديدة التي تساعدنا في رحلة الوعي أنت جوابت على سؤالك بسلوب جميل جدا سهل احذف واستبدل أسهل طريقة في التعليم حتى لتعليم الأطفال وتعليم أي عادة جديدة لا تتخلص من العادة بشكل مفاجئ استبدلها بعادة أخرى فبدلا مثلا مثل ما ذكرنا أنك تبدأ يومك بقلاس ماء بدلا أن تشرب قهوة بدلها بالماء صحيح أو بدل الشاي وياي ماء صح وانا يا رب لا تقولي المهم الخيال الخيال يمتع فهذه أسهل الطرق التي استبدال طالما أنك أخذت أهم نقطة والتي هي القرار في الوعي يبدأ الباقي كله سهل عليك نعم صحيح أستاذ هاني يمكن بعض الأحيان إحنا كأفراد نلقي اللوم على أشياء ما المفروض نلقي اللوم عليها مثل الظروف الخارجية أو الظروف المحيطة بهذا الفرد لما نسأل الفرد عن تدهور صار في شخصيته في صحته حتى يقول أن الظروف كانت سببا في هذا الفشل مثلا هل للظروف المحيطة فعلا تأثير علينا وعلى رحلتنا في الوعي أم هو مجرد وهم أو إلقاء لوم على الآخر حتى ما نزعزع شخصياتنا وما نلقي اللوم عليها هي قرار أختي حمدى قرار أني أخذ عينان أمري في النسبة للوعي الخاص فيه أو أسيبه بيد الآخرين أسفا الكثير من التربيات المتراكمة السيئة يجد أسهل طريقة للخروج أو تسكيب من اللوم هي لوم الآخرين منذ الطفق يعني في كثير من الآباء أسفا مجرد أن يجي يقول لابنه أنت غلطان لا 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 مش أنا أخوي هو السبب ونمت معاه وأصبح وجدها عذر سهل أن يلقي اللوم على الآخرين لكن اللحظة اللحظة التي يأخذ القرار أنا المسؤول عنها هنا تبدأ رحلة التغير في الوعي فإذا نسبت فشلك أو مشاكلك أو تعثرك بأسباب خارجية أنت نزلت في درجتك في الوعي ويصعب عليك تغييرها صحيح نورتنا لهذا الصباح أكيد المهندس هاني مسجدي استشاري تطوير الذات وتمكين المدربين يعطيك ألف عافية وإن شاء الله كلنا والعالم أجمع بيستعد لرحلة الوعي ويكون قرار ذاتي إذا ما مش متخذين يتخذوه اليوم بإذن الله بدون أي عوائق بدون ارتدادات إن شاء الله يعطيك ألف عافية إن شاء الله